اروح لحضرتك دكتور عدل واسألك عن يعني ايه طاقة او محطة طاقة ثلاثية مصطلح ما اعتقدش انه كان عندنا في مصر قبل كده مثل هكذا محطط حضرتك عندك حق في السؤال لانه هو ده مصطلح يمكن جديد واول مرة يعني يعلن ويتعمل محطة وتتفتح وفي نفس الوقت تعبير جديد بيتداول في الاعلام زي بالضبط مسألة الهايدروجين الاخضر لما طلع التعبير ده والناس برضو ما كنتش عارفة يعني ايه الهايدروجين الاخضر الحقيقة خلينا بس نرجع لموضوع الطاقة الثلاثية المحطات توليد الطاقة عادة المتعرف عليه هي محطات توليد الطاقة الكهربية من الوقود وعادة الوقود ده هو الوقود الاحفوري اللي هو الناضب اللي هو البترول والغاز الطبيعي ده هو اللي سولو او المفرد طاقة مفردة الطاقة دي نوع واحد يبقى انا بحرق وقود احوله في النهاية الى منتج نهائي يتم بس يعني ضخه في الشبكات وايصاله الى المستهلكين اللي هم المصانع وخلافهم طيب لو انا قلت محطة الطاقة الثلاثية معناها انه هناك ثلاث انواع من الطاقة بتصدر عن هذه المحطة ايضا قبل ما نوصل للثلاثية هل في محطة ثنائية اين في محطة ثنائية ويمكن لو السيد المخرج يحط لنا السلايد الاولاني المحطات الثنائية اللي بيسموها مبين الكهرباء والحرارة زي ما احنا شايفين كده في الرسمة احنا عندنا مصدر للوقود والمصدر للوقود ده بيخش محطة توليد كهرباء وياخد محطة توليد الكهرباء الحرارة اللي طلع في غازات العدم بدخلها على منظومة معينة اقدر اطلع منها بخار البخار ده بقى طاقة حرارية اذا المحطة دي هي محطة مزدوجة في النهاية بدخل منتج واحد اسمه وقود المنتج ده باخد منه منتجين نهائيين قابلين للتداول وقابلين للاستعمال التجاري اللي هو كهرباء علشان ادور بيها الالات واشجل بيها كل الاستخدامات في البيوت والمصائل والفنادق وكلفه وايضا اخد منها حرارة في صورة مخار اقدر اوظفه في عمليات صناعية مختلفة وجالبا مثل هذه المحطات بتبقى موجودة في المصانع وفي المناطق الصناعية طيب ايه ميزة ان انا اشغل محطة ثنائية بدل ما اشغل محطة مفردة مفردة الانتاج ان انا باستخدم الوقود باعلى كفاءة ممكنة يعني انا الحقيقة الشاشة مش قريبة مني فانا مش شايف الارقام قوي لكن يعني على ما اذكر ان السلايد ده احدا لما هنحط وقود بنيت وحدة هاخد منه كفاءة مزدوجة في الكهرباء والطاقة حوالي 88% او 87% طيب لو انا افترطت جدلا ان انا هافصل المحطتين دول من بعض واعملهم منفصلين كل محطة كل محطة هتبقى مفردة اذا الفكرة انه هنا هستخدم كمية وقود اعلى وبالتالي لو انا كنت هستخدم 100% في المحطة 100% في المحطة المزدوجة عشان اطلع كمية كهرباء وحرارة زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة انا كنت هضطر استخدم بدل 100% هستخدم 158% وحدة علشان اعمل محطتين منفصلين كل محطة منهم تطلع نفس الكمية من هذا الانتاج يبقى اول ميزة ان انا استخدمت وقود اقل وطلعت نفس المنتج ومن هنا بقت كفاءة استهلاك الطاقة كفاءة عالية كفاءة تحويل الطاقة كفاءة عالية طيب ايه بقى المحطة الثلاثية يبقى انا هنا المنتجين بتوعي كهرباء وحرارة ايه بقى المحطة الثلاثية المحطة الثلاثية هو نفس النظام عندي وحدة توليد كهرباء بدخل لها وقود واخد منها بقى 3 منتجات عبارة عن ايه عبارة عن الكهرباء المعتادة لان المحطة اساسا هي محطة كهرباء واخد غاز العدم اللي طالع منها لو انا شغلت المحطة دي ديزل جينريتور او مولدات ديزل هاخد غاز العدم اللي طالع واخده ادخله على مولد بخار زي الغلاية بالزبط واخد البخار ده بقى حرارة وايضا باخد جزء البخار اللي طالع بعد توليد البخار العالي ده اني ادخله على تشلرات بتاعة تبريد مية وطلع منه مية مبردة لدرجة مقبولة جدا وادر استخدم هذه المية المردة في المكيفات وفي عملات تبريد المختلفة في المصانع فبقى عندي هنا 3 منتجات من نفس الاصل للوقود بقت كهرباء وحرارة ومية مثلجة او مية بردة تستخدم فيه التكييف او التبريد او اي اغراض صناعية اخرى كفاءة الاستخدام هنا بقى اعلى حتى من المحطة المزدوجة يبقى انا لو قرنت بالمحطة المفردة الكفاءة حوالي 30 ل40 في المية المحطة المزدوجة الكفاءة حوالي 87 او 86 في المية المحطة الثلاثية تصل الكفاءة فيها الى ما يقرب من 90 في المية وهنا بقى اخد قيمة مضافة من الوقود اعلى بكتير ايه بقى غير الفايدة بقى ان انا وفرت وقود ان انا قللت من البعثات الكربون اشتركوا في القناة